أكد سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس البلكي أن ما يربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من شراكة استراتيجية راسخة في مختلف المجالات يستند إلى العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الصديقين مشيرا سموه إلى ما وصلت إليه أوجه التعاون من مستويات متقدمة تسهم في تحقيق المصالح المشتركة جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث التقى مع جاك سوليفان مستشار الأمن الوطني الأمريكي وأشارها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتطوير مسارات التعاون والتنسيق المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في كافة المجالات وخاصة المجال العسكري والدفاعي والدفع بها نحو أفاق أرحب بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين وجرى خلال اللقاء بحث سبولي تعزيز العلاقات الثنائية بما يصهم في تحقيق الأهداف المنشودة ويخدم المصالح المشتركة وعددا من الموضعات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا خاصة ما يتعلق بالأمن والاستقرار الدولي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر